و زي ما تعودنا ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس يسألكم مني كل جديد في فيديو النهاردة زي ما عدتكم هنتكلم عن زبيق بوس اللي عاشق والمدلل واشهر عازب والمحبوب سالو بهاي وهو سالو يعني هنا اسم سلمان خان وبهاي يعني اخي او الموقر ده لقب لقبه ولي جمهور لقطر عشقهم وحبهم لسلمان خان كتير من الناس ماعرفوشن سلمان اسمه الحقيقي عبد الرشيد سالم سلمان خان مواليد 2 ديسمبر 1965 يبلغ من العمر 55 عاما وهو ممثل ومنتجه مقدم برامج اخواته هما ارباس خان وسهيل خان وكلهما ممثلان وله اخت متبناء اسمها اربيتا خان وان شاء الله هنتكلم عنها بالتفصيل في فيديو اخر فهي متزوجة ولديها طفل بدأ التمثيل في عام 1988 اول فيلم لي كانت بدور سانوي اسمه بيوي هوتو ايسي ولكن تعتبر الانطلاق الحقيقي لي عام 1989 في فيلم ميني بيار كيان عامل مع معظم نجمات الصف الاول وساعدهم ويعتبر هو مصدر نجاحهم مثل شوريا راي كاترينا كيف وعمل مع كاجل وكارينا وكاريش موراني وبرتي زينتا وجاكلين فرنالتس ونش كشرمو مدهور ديكشن وسنكش سينها يعتبر عمل مع معظم نجمات الصف الاول وايضا عمل مع معظم نجوم الصف الاول مثل الفنان سانجي دوت والفنان شارو خان والفنان امر خان والفنان امتبتشان اما عن علاقته العطفية فمعروفة عن سلمان خان انه من اكثر النجوم في الارتباط بالنجمات ولكنه يخشى الزواج خوفا من المسئولية لانه اكبر شخص في عائلته ومسئولة عن عائلته باكملها فتعتبر الفنانة سانجيتا بجلاني هي اول علاقة في حياة الفنان سلمان خان والتي كانت تقبرة بخمس اعوام والتي تبلغ الان من العمر خمسين عام واستمرت علاقتهم سبعة اعوام ثم انفصلات ولكنهم ما زالوا اصدقاء اما العلاقة التانية في حياة سلمان خان فهي من الفنانة السومي علي والتي تبلغ من العمر اربع واربعين عام ولم تستمر طويلا بسبب غيرتها الشديدة عليه التي ازعجته فانفصل عن بعضهما وظل اصدقاء اما العلاقة الثالثة والذي احدثت ضجة وصالة حديث الهند هي علاقة بالنجماء شوريا راي التي تبلغ من العمر سبعة واربعين عاما ارتبط الاسنان بعلاقة حب عام 1999 في اول فيلم جمع بينهما هامدل ديشاك صنم سنة 1999 واستمرت علاقتهم ثلاث سنوات حتى انتهت عام 2002 وهناك العديد من الاسباب حول الانفصال ومن اسباب الانفصال هي الغيرة الشديدة من سلمان خان على ايشوريا راي حيث انه اثناء تصويرها في فيلم مع شارو خان اعتقد ان هناك علاقة بينها وبين شارو خان اثناء تصوير فيلم ديف داز واثناء تصوير فيلم الاخر بين شارو خان وبين الفنانة ايشوريا راي فيلم شلطة شلطة التي تم استبدال ايشوريا راي في هذا الفيلم بالفنانة راني مخرجي نظرا لان سلمان خان قام بشجار عظيم مع شارو خان في هذا الفيلم وقف التصوير مما جعل شارو خان أن يستبدل إشوريا راي خوفا على علاقته مع سلمان خان لأنه أراد أن لا يخسره وهذا كان سببا من الأسباب التي تمنع إشوريا راي من التمثيل مع شارو خان مرة أخرى بسبب أنه استبدلها في هذا الفيلم براني مخرجي وكان أيضا من أحد الأسباب التي جعلت إشوريا راي تنفصل عن سلمان خان أنه اعتدى على والديها بالسبب مما أزعجها ولم يعتذر لهم فترقتها ولم ترجع له مرة أخرى ويعد من أهم الأسباب في الانفصال أن إشوريا راي هي ديانتها هندوسية وسلمان خان مسلم وأرادت إشوريا راي أن يغير سلمان ديانته اللي يتزوجها ولكنه رفض وبعد انفصالها مباشرة عنه ارتبطت بالفنان فيفيك أوبري ولكن قبلها أنزلت بيان مكتوب فيها أنها تحملت سلمان خان في أسوأ حالته ووقفت في جانبه وقت إدمان وتحملت الإهانة والضرب ولكنها مثل أي امرأة تحترم نفسها وقرامتها فانفصلت عنه وتعهدت أنها لن تمثل مع سلمان خان مرة أخرى بعد انفصالها عن سلمان خان وارتبطها بالفنان فيفيك أوبري أعلن الفنان سلمان خان أن من يمثل مع فيفيك لن يمثل معه وتجنبه الجميع وبعد أن كان فيفيك والممثل الواعد المستقبلي سقط ولم يعد يذكر ومن المعروف أن إشوريا راي تبحث عن مصلحتها الشخصية عندما وجدت أن فيفيك لن يفيدها طرقته وذهبت إلى شخص لها نفس نفوذ سلمان خان لا يستطيع سلمان كسره وهو الإبن الوحيد المدلل لعائلة باتشان ابن الأسطورة أميتا باتشان أبهيشك باتشان وتزوجت من الفنان أبهيشك باتشان عام 2007 وانجبت منه ابنتها الوحيدة ولكن يظل الحب الأول في حياة سلمان خان هي إشوريا راي التي لا ينساها ولا يستطع نسيانها وأيضا هناك بعض الموقف التي تثبت أن إشوريا راي أيضا ما ذالت تحب سلمان ففي هذا الموقف حاولت إشوريا راي أن تجد سلمان خان في هذا الحفل أكثر من مرة وأيضا في هذا الحفل أرسل لها سلمان خان قبلة أثناء وجوده على المسرح أما الحب الرابع في حياة سلمان خان والذي يعتبر من أهم العلاقات في حياة سلمان خان مع الفنانة كاترينا كيفت فبدأت علاقتهم عام 2003 وكانت كاترينا كيفت دائما ترفض التصريح بالعلاقة وكانت تقول أنهما دائما أصدقاء ولكن بعد أن فصل صرحت كاترينا كيف أنها كانت على علاقة جدية مع الفنان سلمان خان وأنهما أحب بعضها ولكنهما انفصل عام 2009 بعد علاقة استمرت أكثر من 6 سنوات الصرحت أن سلمان خان كان متذبذب ولا يريد أن يدخل في علاقة حققية كالزواج وسبب انفصلها عنه أيضا هي غيراته الشديدة التي لهم تستطيع أن تتحملها فسلمان أرد منها أن ترتدي عدسات باللون الرمادي لتصبح مثل إيشوريا راي مما أزعج كاترينا كيف فقالت كاترينا كيف أنها ليست إيشوريا وأنها كاترينا كيف ودخلت بعد ذلك كاترينا كيف في علاقة مع الفنان رامبير قابور في أثناء تصوير فيلم جابريم كيا جازب مما أزعج سلمان خان وجعله يغضب غضبا شديدا ولكنها حاولت أن تأكد لهم أنهم مجرس صديقين ولكنهم انفصلوا وظلوا أصدقاء وارتبطت بالفنان رامبير قابور أكثر من 7 أعوام ثم انفصلوا وتقول كاترينا كيف أن سلمان هو صديق حقيقي وأخ دائما مصدر ثقتي واحترامي ودائما كان يختار لي الأفضل ويرشدني في اختيار أفلامي وقدم لها سلمان خان في عيد ميلادها عام 2018 سيارة فخمة رينج روف باللون الأبيض وعاد سلمان خان لتمثيل مع الفنانة كاترينا كيف العديد من الأفلام بعد انفصلهما ويقال حاليا أنهم عادوا إلى بعضهما وأنهم على علاقة عاطفية مع بعضهما البعض وتعتبر آخر علاقة ارتبط بها الفنان سلمان خان حتى الآن هو ارتبط بصديقته الرومية يوليا فانترو الذي قدم لها في عيد ميلادها عام 2018 خاتم من الميس ويقال أنهم كانوا مخطوبون ولم يصرح أحدهما وانفصل وظل صديقين بسبب أن سلمان خان لم يعلن ولم يصرح بخطوبتها أو بحبهم وأيضا انتشرت شعاية حول وجود علاقة بين الفنان سلمان خان والفنانة زرين خان وأيضا مع الفنانة سناك شسينها والعديد من النجمات ولكنه حاليا يقار أنه هو عديد فنانة كاترينا كيف مرة أخرى لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتعليق اسفل الفيديو وتكتبوا لي لو نفسكم أنزل عن فنان معين في التعليم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة